ويعد القضاء العسكري في مملكة البحرين جزءا محوريا من سلطة القضاء والفصل في المنازعات عموما في ظل الحرص الدائم من القيادة الحكيمة على استقلالية ودعم هذه السلطة الهامة لأن ولاية القضاء من أعلى الولايات قدرا كما هو متعارف عليه وفي ظل حرص ودعم القيادة الحكيمة على استقلالية سلطة القضاء عموما في المملكة ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان أدخلت العديد من التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة وتحديدا القضاء العسكري الذي تأسس عام 1968 وذلك ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين في البلاد من ناحية وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى واستمرارا لمسيرة التطوير والتحديث وإكمالا للمنظومة القضائية تم إنشاء محكمة التمييز العسكري عام 2010 لتصبح في أعلى الهرم القضائي للمحاكم العسكرية وحرصا من قوة دفاع البحرين والتزاما بتحقيق أقصى درجات التقاضي والضمانات القانونية لمنتسبيها شكلت هيئة قضائية تتمثل بمحكمة التمييز العسكرية كجهة مراقبة لصحة تطبيق القانون والتي تشكل أيضا درجة ثالثة من درجات التقاضي إذ رغم الطبيعة العسكرية التي تحكم منتسبي قوة الدفاع إلا أنهم يخضعون أيضا لهيكل قضائي متكامل لا يمكن فيه أن يمس حق أي شخص منهم أو بضماناتهم التي كفلها القانون لهم كل ذلك يعود إيجابا على منتسبي قوة الدفاع باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع ويوكل للقضاء العسكري البحريني العديد من المسؤوليات التي تستهدف للطلاع بمهام وظائفه بحرية ودون خضوع لأي تأثير من غير سلطان القانون والعدل والعلم أبرزها إعداد وصياغة القوانين العسكرية وتشكيل المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها الثلاث وإجراء التحقيقات وأعمال النيابة العسكرية فضلا عن الاستشارات القانونية للمسؤولين في قوة الدفاع والتي بالتأكيد تتعدد وتتباين بتنوع المهام الموكلة للمؤسسة التي اتسعى حجم أعمالها وعدد المنتسبين لها في الآونة الأخيرة وتختلف واجبات القضاء العسكري الرئيسية في بعض منها عن التنظيم القضائي المدني وإن كانت الفلسفة الحاكمة تعد واحدة لسيما عقب التعديلات الدستورية الآخيرة التي أتاحت إعمالا لأحكام القانون المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري ومنها محاكمة مدنيين متهمين بقضايا إرهابية أو بارتكاب جرائم تشكل ضررا على المصلحة العامة في محاكمات عسكرية وهو التعديل الذي يهدف إلى حماية الأجهزة الأمنية عموما ومنشآتها وأفرادها وضباطها في ظل تزايد خطر الأعمال الإرهابية والتحديات التي تحدق بالمملكة ولم يقتصر دور القضاء العسكري على الجانب القانوني والقضائي في قوة دفاع البحرين فقط فقد مارس سياسة الانفتاح على المجتمع بكافة قطاعاته ومؤسساته بهدف تلبيات احتياجاته ومتطلباته وتزويده بكل الخبرات والمهارات في المجال القانوني والقضائي والتي اكتسبها ونماها القضاء العسكري في أعضائه فأصبحت له إسهامات عديدة في خدمة المجتمع المدني